السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور طلاب طالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة عن حل نماذج اختبارات على الفصل الدراسي الأول مادة الدراسات الاجتماعية وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس ليصلكم كل جديد الاختبار الأول السؤال الأول أكمل عبارات التالية بما يناسبها من كلمات واحد لقبة محمد طلعت حرب باشا بيه نغط لقبة بيه بأبو الاقتصاد المصري نكتب هنا أبو الاقتصاد المصري رقم اثنين أكات المادة تمانين من الدستور على نغط الأطفال على حقوق الأطفال نكتب هنا حقوق رقم تلاكة تعد محافظتك جزء من البيئة نغط هنا كل واحد يكتب المحافظة بتاعته فهنا المحافظة تبقى من البيئة الزراعية أو البيئة الصناعية رقم 4 سمية الصحراء السوداء بهذا الاسم لأن سطحها يغطيه بقايا بقايا الحمامة البركانية نكتب هنا الحمامة البركانية السؤال الثاني أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة 1 الصورتان الجوية والفضائية مختلفتان العبارة صحيحة فنكتب هنا صواب رقم 2 يختلف مناخ مص عن ملوي فهنا العبارة صحيحة فنكتب هنا العبارة صواب رقم 3 جميع الموارد الطبيعية متجددة فهنا العبارة خطأ فنكتب هنا خطأ رقم 4 يزيد الادخار كلما زاد معدل الاستهلاك فذي العبارة خطأ فنكتب هنا خطأ السؤال الثالث اخطى الاجابة الصحيحة مما بين القوسين 1 يعد المحيط الهادي جزءا من هنا مدينة اختيارات الماء التلال الجبال الهضاب يبقى المحيط الهادي جزءا من الماء نختار هنا الماء رقم 2 يدل النصر الزهبي في علم مصر على دماء الشهداء ظلم الاستعمار القوة التضحية يبقى النصر يدل عليه يدل على القوة رقم 3 توجد السهولة الفيضية في البيئة الساحلية والزراعية والصحراوية والصناعية يبقى هنا عندنا السهولة الفيضية توجد فين توجد في البيئة الزراعية رقم 4 تسعد دولة المصير لحماية البيئة فاطلقت مبادرة نور الحياة حياة كريمة اتحضر للاخضر قادرون باختلاف في ايجاب تعتني اتحضر للاخضر السؤال الرابع امام خريطة صمال المصر اكتب مدلول الارقام عليها رقم 1 جبل فين رقم 1 ادي هنا رقم 1 يبدأ جبل سانت كاترين نكتب هنا سانت كاترين رقم 2 البيئة وهنا رقم 2 يبقى هنا البيئة ايه البيئة الصحراوية نكتب البيئة الصحراوية رقم 3 مكان يستخرج منه معدن وهدي هنا رقم 3 يستخرج منه معدن ايه الزهب رقم 4 احد عناصر الخريطة وهنا رقم 4 بيشاور على مقياس الرسم فنكتب هنا مقياس الرسم السؤال الخامس اجب عما يلي واحد وضح كيف يمكنك ترشيد استهلاك المياه فنقول الاجابة يمكنني غلق صنبور المياه اسناء تنظيف اسناني رقم 2 ما النتاج المترتبة على حفر قناة السويس الجديدة وبين القصين هنا بيقولك يكتفى باسنتين فنكتب نقوله تقليل زمن مرور السفن السماح بمرور السفن في الاتجاهين رقم 3 فسر سبب تنوع سطح مصر فالاجابة تقوله انه يتنوع بين المناطق المرتفعة والمناطق السهلية والمناطق المنخفضة يبقى فسر سبب تنوع سطح مصر لانه يتنوع بين المناطق المرتفعة والمناطق السهلية والمناطق المنخفضة رقم 4 بيقولك صنف الاماكن التالية حسب نوع الخدمة هنا عنديك هيئة المصر واللقاح المتحف المصري قسم الشرطة هنا عندينا خدمة امنية خدمة صحية خدمة ترفية وثقافية خدمة امنية لقسم الشرطة خدمة صحية هيئة المصر واللقاح خدمة ترفية وثقافية المتحف المصري الاختبار رقم 2 السؤال الاول اكمل العبارات التالية بما ينسبها من كلمات واحد نحدد الاتجاه الصحيح على القريطة باستخدام نغط باستخدام وردة البصلة فالكتب هنا وردة البصلة رقم 2 التعبير عن وجهات النظر الشخصية والتي قد تكون صحيحة او خطأ يسمى ايه يسمى رائي رقم 3 انشأت الدولة مدينة لصناعة الجلود في مغر في الروبيكي بمدينة بادر فنكتب هنا الروبيكي بمدينة بادر رقم 4 تنتشر مناجم الحديد في الصحراء الصحراء الغربية السؤال الثاني اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير صحيحة 1 ظهرت مهنة مشغل المحول رقم 1 ظهرت مهنة مشغل المحولات الهاتفية مع ظهور الهواتف الزكية فهنا العبارة خطأ رقم 2 اقر طاه حسين حق التعليم المجاني لكل المصريين العبارة صواب نكتب هنا صواب رقم 3 يولون منخفض القطر على القريطة باللون البن الفاتح العبارة خطأ رقم 4 تساهم العاصمة الادارية في تخفيف الضغط عن محافظة القاهرة العبارة صواب السؤال الثالث اختر اجابة صحيحة مما بين القوسين فعندنا هنا رقم 1 احدى قرات العالم الجديد وتقع جنوب اسيا فهنا عندنا اوروبا امريكا الشمالية امريكا الجنوبية استولاريا مين استولاريا رقم 2 يقع بحر الرمال في البيئة الساحلية رقم 3 مصادر الطاقة التي تنفذر باستخدامنا الها الرياح الشمس الابترول الامواج يب الى العبارة التعليفت Ling السؤال الثالث احد المصادر الطاقة التي تنفذر باستخدامنا الابترول الرقم 23 رقم 2 4. البنك المسؤول عن إصدار النقود الورقية هو بنك مصر بنك القاهرة البنك المركز المصري بنك العرب الافريقي. يبقى هنا المسؤول عن إصدار النقود الورقية وهو البنك المركز المصري. السؤال الرابع بيقول لك لاحظ الخريطة التالية واخترى الرقم الدالة على كل جملة. 1. أصغر محافظات مثل مساحة رقم. يبقى هنا رقم كام رقم 1. difference. يبقى اصغر لمحافظات مصر مساحة هي محافظة الضميان منه رقم 1. رقم 2. هذا بتتجيل في الكبير رقم رقم كام رقم 2. وهذا بتتجيل في الكبير رقم 3 خليج السويس رقم 8 و هذا هو خليج السويس الصحراء الغربية رقم الصحراء الغربية رقم خمسة السؤال الخامس أجب عما يلي واحد كيف يمكنك تقييم المعلومات التي تجدها في كتابه ما يبقى أول حاجة نكتب نقول معرفة اسم المؤلف وتخصصه ومكانته العلمية والتأكد من مشاركة وقت حدوث الحدث السؤال السالي يحدد اثنين من الأنشطة الاقتصادية التي تتأثر بحالة الطاقس فهنا ممكن نكتب الزراعة والنقل طب هنا السؤال رقم ثلاثة فسر سبب ظهور السحابة السوداء فهنا سبب ظهور السحابة السوداء حرق قش الأرز السؤال رقم أربعة يقول لك وضح كيف تهتم الدولة بالحرف التراثية فنقوم الدولة برعاية مصالح العمال وتستصويق وتسويق المنتجات عن طريق المعارض والمهرجانات وإعداد البرامج التدريبية وإنشاء مدن مخصصة لبعض الصناعات وإنشاء مدن مخصصة لبعض الصناعات وبكده يكون وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته